تغييرات جوهرية وجذرية على الحالة الجوية في المملكة خلال هذا الأسبوع التفاصيل بعد الفاصل كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري متابعين الكرام في كل مكان في الأردن أصلى الله وقاتكم بكل الخير إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر شهر أيلول الذي يتميز طبعا هذا الشهر بالفترة الانتقالية ما بين فصلي الصيف وفصل الخريف تشير آخر التنبؤات الجوية تأثر منك بهذا الأسبوع بتباين كبير في درجات الحارة إثر تعرض المملكة لسلسلة من الكتل الهوائية التي تعتبر جزء منها خريفية ومبكرة نبدأ بالأحوال الجوية متوقع نهار يوم الأحد إذ يتوقع أن تشهد المملكة انخفاضا لافتا على درجات الحارة تصل في العاصمة عمان درجة حارة لـ 25 درجة مئوية وهي أقل من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام درجات الحارة تحبط في جبال أشرى لـ 22 درجة مئوية تكون في المنطقة الشمالية حوالي 27 درجة مئوية في إربد 29 درجة مئوية في البادية الجنوبية كما تنخفت درجات الحارة بشكل لافت في العقبة لتسجل متصف الثلاثينيات حوالي 35 درجة مئوية وتكون في المنطقة الشرقية حوالي 32 درجة مئوية تظهر كميات من السحب والغيوم في ساعات الصباح خاصة في المناطق الشمالية الغربية من المملكة مع احتمال أن تتعرض بعض المناطق الشمالية الغربية لأمطار خفيفة محلية الطابع يوم الاثنين ترتفع قليل درجات الحارة لكنها تبقى دون معدلاتها المعتادة تسجل مثلا في العاصمة مع مان 27 درجة مئوية تكون 29 درجة مئوية في المنطقة الشمالية 25 درجة مئوية في جبال الشراء تبقى 29 درجة مئوية في البادية الجنوبية ترتفع قليل في العقبة تسجل 37 درجة مئوية في ساعات النهار وتكون 33 درجة مئوية في منطقة البادية الشرقية المزيد من الارتفاع وتباين في درجة حارة يوم الثلاثاء تتوقع أن تصل درجة حارة في العاصمة مع مئوية إلى 30 درجة مئوية لكن ذلك سيعقب انخفاض جديدة درجة الحارة تصل في العاصمة إلى 30 31 في إربت 27 درجة مئوية في جبال الشراء 30 درجة مئوية في البادية الجنوبية وتسعين وثلاثين درجة مئوية في العقبة والأجواء تكون هناك أيضا حارة بينما تكون في البادية الشرقية حوالي 35 درجة مئوية أما يوم الأربعاء يتوقع أن تتأثر المملكة تدرجيا بكتلة هوائية خريفية مبكرة جديدة يتوقع أن تنخف التدرجيا بها درجات حارة خاصة في ساعات ما بعد الظهر إذ يتوقع تتكاثر كميات من السحب والغيوم خاصة في الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة وفي ساعات التي تنخفت درجات حارة في أغلب المناطق نشاهد مثلا يوم الخميس تحبط إلى 27 درجة مئوية 28 درجة مئوية في المنطقة الشمالية 23 درجة مئوية في جبال الشراء 28 درجة مئوية في البادية الجنوبية وتصل إلى 35 درجة مئوية في العقبة بينما تكون حوالي 33 درجة مئوية في البادية الشرقية تظهر كميات من السحب والغيوم في كافة المناطق الشمالية والوسطى مع احتمال أن تتعرض في ساعات الصباح بعض الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة لهطول زخات محلية خريفية من المطر في تلك المناطق المزيد من انخفاض درجات حارة يوم الجمعة تستقر درجة حارة عند 25 درجة مئوية ملامح الخريف واضحة وبادية في الخرائط وعلى درجات حارة في مختلف مناطق المملكة تميل الأجواء في ساعات الليل للبرودة مما يستدعي خلال عطلة نهاية الأسبوع القادم وبداية هذا الأسبوع إلى ارتداء بعض المعاطف في ساعات الليل تصل إلى 22 درجة مئوية في جبال الشراء 27 درجة مئوية في إربد 28 درجة مئوية في إمعان والبادية الجنوبية تكون 35 درجة مئوية في العقبة وختام هذه النشرة في المنطقة الشرقية 33 درجة مئوية إذن هذه كل ما لدينا بشأن توقعات هذا الأسبوع الذي يتوقع ليحمل معه ملامح خريفية واضحة بمشيئة الله تعالى في أملك دمتم دائما بخير ومحبة إلى اللقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر